مصر بالمناسبة الأزمة لسه ما خلصتش يعني حتى برضو إيه إنه نبقى إحنا فاهمين إحنا بنتكلم على هدنة مدتها أربع أيام أمل حياتنا جميعا قلوبنا وعقولنا وأروحنا كلنا تتمنى إنه دي تبقى نهاية الأزمة ونبدأ نقعد على موائد المفاوضات ونناقش الملفات وقليات العمل ووصولا إلى حل الدولتين على الأساس أو أساس مقاربك الرئيس عبدالفتاح السيسي لكن حتى اللحظة اللي إحنا بمتكلم فيها دي الأزمة اللي تمتهي نحن نتكلم فقط عن هدنة الأربع أيام مصر لعبة كل الأدوار التي يمكن أن تلعب في هذه الأزمة لأجل الصالح الفلسطيني والعربي بشكل عام مصر هي اللي اشتغلت على هذه المساعدات وأظن يعني مش محتاجين نذكر أكتر من كده أن مصر فعلا مسؤولة عن بالأدوار قدمت هي المسؤولة عن إنفاذ المساعدات بالكامل 100% ولكنها قدمت تقريبا ما يزيد عن 85% ل90% من المساعدات التي دخلت إلى أهالينا في فلسطين أدي واحد مصر هي التي لعبة الدور الأهم والأكبر والأبرز والأوقع والأكثر فاعلية والأقوى والأعمق لأجل إظهار وحشية هذه الاعتداءات على قطاع غزة وأيضا على الضفة خلال 47 يوم اللي فاتوا بل إنه مصر هي لعبة الدور تقريبا الوحيد شو بقى تاني أهو تقريبا الوحيد مش هقولك الوحيد عشان في نظمة يزعل أنا مش عايز حد يزعل هي مصر لعبة الدور الوحيد الحقيقة في تغيير وجهات النظر الأوروبية والأمريكية مش عايزين حد يزعل مش عيد بالعكس على الجميع أن يفخر أنه لدى العرب مصر على الجميع أن يفخر أنه لدى العرب مصر على الجميع أن يفخر بأنه لدى العرب قيادة سياسية مصرية بهذا الهدوء بهذه الحكمة بهذه القوة بهذا الإصرار بهذا النشاط امدى الله في عمره طبعا وكلل كل خطأ بكل نجاح الدور اللي لعبه الرئيس في السبع واربعين يوم والله ما تعمل في تاريخنا السياسي قبل كده وقرأ وابحس ودور ومش هتجد غير هذه النتيجة طيب مش بس كده الدور اللي لعبته مصر والرئيس المصري للوصول الى هذه الهدنة من ضغوط مخيفة على الكل على الكل مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم كل الاوراق كل الاوراق للضغط على كل الاطراف بدليل انك شفت اصدقائنا اشقائنا القطريين في القاهرة طبعا صح باسمه الامير تامين شفت الفصائل الفلسطينية في القاهرة شفت رئيس جهاز الشينبايت في القاهرة شفت الاتصالات من واشنطن بالقاهرة حتى نصل الى هذه الهدنة ووصلنا اليها ادعو ربنا نعرف نمدها لقدام لانه الدعاء يجب ان يستمر ترجمة نانسي قنقر